لم تكن السياسة ولم يكن الأمن في يوم من الأيام شغل السياسي فقط بل يأتي تصنيف رئيس الوزراء على أنه الرجل الوطني العراقي في قائمة أراء مسؤولين غربيين وعرب وبغداد تشهد اليوم حاضرا مكوكيا في حراك دائم مستمر في أرويقة السياسة والاقتصاد لكن لم يغفل الكاظم عن زيارة عائلته العراقية ولم تكن العائلة العراقية في يوم من الأيام إلا تأمل بالسعادة ليس بمناسبة عيد فحسب بل إن النوروز والأم عيدان يتوقف عندهم الكاظم ليحيي ليلة عراقية بامتياز يجلس بين الأمهات ويسمع صوتهن وهن أيضا لهن من المشكلات والمطالب فيدخل اليوم مصطفى الكاظم ليس كرئيس وزراء فحسب بل رجلا عراقيا خالصا يسمع الرسالة ويتبادل الحديث المناسبة التي رافق وزير العمل وشؤون الاجتماعية دكتور عادل ركابي زيارة رئيس الوزراء إلى دار المسنين في منطقة صليخ ببغداد كانت مناسبة عياد النوروز والأم يتفقد الرجل أحوال المستفيدين وحاجتهم لكنها التهنئة والهدوء والراحة والسكون التي تريدها الأم العراقية وهي أحوج إلى كل هذا أكثر من أي وقت مضى باقت ورد في يدك من بنت بلادك ورسالة تهمسها في أذنك التي تسمع صوت المصائب والهموم لم يكن أصدق من هذا الحوار ولا أمتع فهو الذي يحمل حوار الأم لابنها العراقية وكأنهن يخاطبن رئيس الوزراء كابن وأخ وعراقي بأن لهن عراقا وبيتا يحلم بالفرح